اشتركوا في القناة وقايع سباق صباح هذا اليوم الذي خصصه لفئة الفطامين مع المسافة المقرارة من نادي إدبي بـ 1500 متر ترحيبنا بكل الحاضرين وعلى البركة نبدأ بأول الانطلاقات بأول المراكز لنعطيكم الشاهنية الأحمد بن خليفة بن عبيد بن حميدان الفلاسي من يقدمنا الشاهنية بالمركز الأول لتليها على المركز الثاني ثاني المراكز القادمة والمندفعة والمتحركة من لو حميد بن هاشل بن عبدالله بن خاطر الشامسي والوصول في هذه اللحظات أيضا من قبل الشاهنية خليفة بن عبدالله بن محمد الخاطر حاضر أيضا في هذه المواجهة المواجهة ومن الخليفة بن ربيع اللي بالمركز الثاني ولكن وين شاهنية بن حميدان وين شاهنية بن حميدان تغرج خارج السر بسرحة والرب يحفظها حريص عن عيون الحاسدين الطامعة يوم جد الجد واشتد الوطيس بدلت مرباعها لتربعها كأنها طيل على الصيد حريص مختر عمركبية تجلع ما شاء الله الأداء جميل وأكثر من رائع على المركز الأول من البداية تشن وتهجم بغارات هذه الشاهنية اللي قام الطفر وتنتهي الطفر تقوم طفر وتنتهي طفر وبدون أي تعليمات تذكر بدون أي أوامر تذكر الشاهنية من سجلة الحضور في أول أشواطنا الرئيسية الافتتاحية صباح الخير لأحمد بن خليبة بن عباد بن حميدان الفلاسي صباح الخير يهل العوير صباح الخير يهل العوير من الهباب إلى العوير اللي بن حميدان صباح الخير للمركز الثاني الخليبة بن ربيع والمركز الثالث المركز الرابع الثالث شاهيني أحمد بن سيف الطبيعي يجري المركز الرابع والخامس والسادس عند اللجنة دقيقتين وخمسة عشر ثانية دقيقتين وخمسة عشر ثانية توقيت الزمني الذي تسجل فيه هذا الشوت دقيقتين وخمسة عشر ثانية شاهينية بن أحميدان شاهينية بن أحميدان ناموس يا خليفة ناموس يا أهل العوير ناموس لكل عائلة بن حميدان هنيهم على هذا الانتصار الذي تحقق في أول أشواطنا الرئيسية وهكذا انتهى الشوط الرئيسي بفوز الشاهينية التي قدمت عرضا رائع جميل في أول الأشواط